اشتركوا في القناة بمكة المكرمة بالسعودية يذهب إليها الحجاج من كل مكان ليطوفوا بالكعبة ليعبدوا الله الخالق وكان باليمن رجل اسمه أبره الأشرم كان أبره ملكاً شريراً يكره الكعبة بنى أبره معبداً على هيئة الكعبة وطلب من الناس أن يذهبوا إليها مثل الكعبة لكن لم يذهب أحد إلى معبده غضب أبره وجهز جيشاً فيه فيل عظيم ليهدم الكعبة وحينما عجز أهل مكة عن رده تدخلت قدرة الله لنصرة بيته الحرام عندما وصل أبرها قرب الكعبة وقفت الفيلة ولم تتحرك منعهض الله من الحركة وأرسل عليهم طيراً مثل العصافير وفي أقدامها حجارة صغيرة من نار جهنم إذا أصابت الواحد هلك ومات قتل الله أبرهة وجيشة وحمى الله الكعبة من الهدم وفي هذا العام ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان مولده خيراً ورحمةً للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم